موسيقى نشرة الثالثة عبر شاشة البيئة لكلي الأحرار والبداية بالعنوين البنيان المنصوص تؤكد رز بعض تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة جرزة وتقول إنها عثرت على بعض الحفر تحت الأرض بالمنطقة الوسطى كان يستعملوا التنظيم للاختباء أو لتخزين الأسلحة مدن الجنوب تعاني نقصا في الوقوف وغازي طهي وانقطاعا للمياه ووزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني تؤكد عزمهم على حل مشاكل من تقاوى استئناف العمل في محطة أباري موسيقى مجموعة عمليات عمري المختار الموالية لقوات الكرامة تقول إن مقاتلاتها استهدفت أمس منصة للسواريخ غربي درد ومسؤول الملف الأمني بمحلي المدينة تؤكد أن القصف كان بهدف ترويع السكان موسيقى أكد المتحدث باسم غرفة الطوارئ الجوية التابعة لعملية البنيان المرصوص محمد جنونو العثور على بعض الحفر تحت الأرض في بعض الأودية في المنطقة الوسطى كان يستعملها ما يعرف بتنظيم الدولة للاختباء أو لتخزين الأسلحة وأضف جنونو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات البنيان المرصوص رصدت بعض التحركات لما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة جرزة قائلا إنها تواصل عمليات التمشيط وملاحقة الفلول الهاربة لما يعرف بتنظيم الدولة في مناطق الأودية وأضح جنونو أن سلاح الجو الليبي ينفذ بشكل يومي طلعات استطلاعية فوق المنطقة الوسطى الممتدة من جنوب سيرت إلى جنوب مصراطة وزليت وقرزة قال عضو غرفة العمليات الميدانية الخاصة سيرتالهادي دراه إن نازح المدينة من منطقتها الثلاثين إلى منطقة الغربيات عادوا إلى منازلهم وأضف دراه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن صرايا الهندسة العسكرية تقوم بتمشيط منطقة السبعمية من الألغام وبقايا المتفجرات قبل سماح للأهالي بالعودة مشيرا إلى وجود ألغام وجثث تحت الأنقاض تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في عدة مناطق أخرى وأوضح دراه أن عمليات تمشيط تستغرق وقتا نظرا لاستعمال صرايا الهندسة العسكرية معدات قديمة قائلا إنه تمت مخاطبة السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتوفير أجهزة حديثة وينضم إلينا عبر الهتف من مصراط الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح سيد بن صالح بداية كيف تقرأ التحركات الأخيرة لما يعرف بتنظيم الدولة في المنطقة الوسطى خاصة بعد تدمير معسكري تدريب جنوب بوابة الخمسين الأسبوع الماضي من قبل سلاح الدعم الدولي بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله يعني هؤلاء الذين يعني فروا من مدينة سرق بعد تحريرها من الدواعش لابد أن يجدوا مكان يتقر فيه ويعاودوا ترتيب صفوفهم وربما حتى يعني ليأخذوا بعض الراحة من جراء المعارك التي يخذوها في مدينة سرق ومن الآن يلجعون يعني إلى هذه الأماكن ويغيرون مواقعهم باستمرار ولكن الحقيقة أن سلاح الجو وكذلك غرفة العمليات الجوية وغرفة البنيان المرسوس دائما في متابعة مستمر لهؤلاء والحقيقة للتعامل معهم بالطريقة التي يعني يتم بها القضاء على هؤلاء يعني هل تعتقد أن هذه الضربات الجوية من شأنها حقا أن تقضي نهائيا على ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا خاصة أن الفلولة الهاربة من سيرت تحاول جمع شتاتها من جديد في بعض المناطق الوعرة جغرافيا جنوب سيرت بالتأكيد خاصة أن الضربة الجوية التي نفذتها الطائرات الأفريكوما وطائرات الأمريكية على موقع للدواعش جنوب سيرت كانت يعني غارة غارة ناجحة بالنسبة مئة في المئة وافتطعت أن تقضي على هذا الموقع قضاءا كاملا يعني لم يخرج منه أحد منهم حيا إلا تقريبا إلا شخطين أو عنطرين أيضا كذلك الضربة التي ينفذها في لحطران الليبي أيضا حكاية ربما يعني تكون ناجحة وإلا تكون بنسبة مئة في المئة كما هي أو كما هو الحال للطائرات الأمريكية ولكن هذه الغارات يعني تمنع هؤلاء من التجمع من جديد واحتلال مكان نعم سيد سليمان بن صالح بحث في شؤون الأمنية والعسكرية شكرا لك قال عميد بلدية سبا حامد الخيالي إن المدينة عن نقصا في الوقود وغز الطهي وانقطاعا للمياه وأوضح الخيالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن انقطاع المياه يرجع لاستمرار انقطاع الطيار الكهربائي عن المدينة لأكثر من خمس ساعات يوميا مشيرا إلى أن المجلس البلدي سيبحث اليوم الاثنين مع لجنة الأزمة أسباب نقص الوقود والغاز وإمكانية توفيره للمحطات ومراكز التوزيع في أقرب وقت ممكن قال عميد بلدية غات المكلف محمد صالح إن المدينة تشهد ظروفا معيشية استثنائية نتيجة انقطاع الطيار الكهربائي ونقص الوقود وغز الطهي وشح السيولة النقدية وأوضح صالح لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سوى أن تغازي الطهي في غات وصل سعرها في السوق الموازية إلى أكثر من 120 دينارا الأمر الذي أثقل كاهل المواطن في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية مشيرا إلى أن بعض المصارف التجارية تفتقر حتى لأوراق الإيداع النقدي وأن جل عمليات البيع والشراء في المدينة تتم عبر السكوك المصدقة التي توشك على النفاذ بحسب وصفه هذا وبين صالح أن المجلس البلدي تواصل مع كافة الجهات المختصة بشأن الوضع في غات ولكن دون جدوى حسب قوله وفي سياق المتصلة أكدت صفحة رسمية لمكتب الأعلام والتوعية بمستشفى غات تدني الخدمة الطبية في المستشفى نتيجة عدم توفر الأطباء المتخصصين ونقص الدواء والمعدات يأتي ذلك خلال اجتماع عقده مدير المستشفى مع حكماء المدينة لبحث الصعاب التي تواجه سير العمل والمتمثلة في انقطاع الطيار الكهربائي وعدم توفر وقود تشغيل المولدات فضلا عن توقف العمل في المراكز الصحية في المدينة الأمر الذي سبب ضغطا كبيرا على المستشفى العام هذا وأوضحت صفحة المستشفى على فيسبوك أن المجتمعين تافقوا على ضرورة توفير المستلزمات الطبية في أسرع وقت وتوفير الأطباء لضمان استمرار تقديم الخدمات إلى المواطنين في سياق متصل كدى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني الوفاق بداد جانسو أن المجلس الرئاسي عازم على حل مشكلة الكهرباء واستئناف العمل في محطة أباري الغازية محطة أباري هي الهدف الآن الموجود أمام الحكومة ومحطة الرئاسي وسنسعى بإذن الله في الأسبوع القادم بزيارة إلى تركيا للوقوف على كتب من مشاكل الشركة الشركة تنكو التركية وستصل بإذن الله وستحل مشكلة الكهرباء بإذن الله تعالى أكد أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية دعمهم الكامل لوفاق ليبي شامل يدعم الوئام الاجتماعية والسلم الأهلي مضيحين أن تكريس الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاقتتال والتشضي وأوضح أعضاء مجلس النواب عن الجنوب في بيان لهم أنهم في حل من أي اتفاق أو خارطة تقدم على أنها حل للأزمة السياسية في حال لم يشاركوا في سياغتها من داخل قبة المجلس وضف أعضاء مجلس النواب عن الجنوب بأنهم يبذلون قصر جهدهم لإنهاء معاناة أهالي الجنوب في الوقت الذي يوجهون فيه أقصاء أو إقصاء من كافة الجهات الرسمية بالبلاد بحسب البيانة لتعليق حول الأوضاع في الجنوب ينضم إلينا عبر الأقمر الاستناعية من ترابلوس سالباحث والأكاديمي فرج دردور سيد دردور كيف تتابع وقع استمرار نقص الحاد لمقاومات الحياة في مدن الجنوب أولا مسار خير لك ولي ضيوفك والمشاهدين الكرام الحقيقة الجنوب يعاني بسبب حقيقة عدم تحمل أصحاب السلطة للمسؤولية حقيقة هم تجد الجميع متشبت بالسلطة ولكن عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية لا أحد يتحمل مسؤولية ما يحصل في البلاد وخصوصا في الجنوب الليبي وإذا طبقنا عليهم مبدأ أن السلطة هي مسؤولية أعتقد أنهم سوف يحاكمون بتهمة الحيانة العظمى أقصى عقوبات في القانون الليبي هذا الأسف حقيقة اليوم الجنوب صار إهمال الجنوب صار بؤرة يعني جعل الليبي عارية أمام كل التحديات الأمنية والإجرامية وأصبحت ليبيا معبر للمخدرات عن طريق الجنوب من كولومبيا إلى السلطة وهل بمقدور المجلس الرئاسي في الأوضاع الراهنة بالجنوب الإفاء بتعهداته لسيما بعد أعلان وزير الحكم المحلي المفوض عزمهم حل مشكلة الكهرباء هناك هو بالتأكيد حل حلت موضوع الكهرباء والتشغيل محطة باري التي لم يتبق منها أقل من 90% هذا سيحسن الوضع ولكن الجنوب ليس مشكلته كهرباء حقيقة فقط الجنوب مشكلته التهريب مشكلته برغرافية مشكلة مشاكل كثيرة حقيقة وخصوصا ما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وهذا الملف حقيقي خطير جدا أصبحنا نسمع تسربات وبعض التقارير أن ربما ليبيا تتعرض إلى استعمار من دول أوروبية نتيجة هذا الملف ويكون مبررة ودريعة لربما يكون الجنوب أيضا في أيدي دول أخرى إذن للتحديات كثيرة ليست مشكلة كهرباء وخدمات فقط وإنما مشاكل أمنية طيب سيد دردور أعضاء مجلس النواب عن الجنوب أكدوا بذلهم خسارة جهدهم لإنهاء معاناة أهل الجنوب في تقديرك ما الذي ترتب عن هذا الموقف الذي سبقه تعليق عضويتهم أنا أعتقد أن أعضاء مجلس النواب في الجنوب مع احترامي الشخصي لهم حقيقة لو قدموا أنفسهم بأنهم منظمة مجتمع مدني تهتم بأحوال الجنوب كان أفضل من أن يقدموا أنفسهم بأنهم مجلس النواب لا أعتقد أن هناك جسم اسمه مجلس النواب بهذا الشكل المجلس النواب لابد أن يكون هناك جسم فعلي يتحرك ويفعل ونرى منه إنجازات وأعمال أما المجلس النواب هذا الذي يتعارك مجموعة منه تحت قبة البرلمان وستمعت اليوم أحدهم يقول نحن لا نونهم بمبدأ الحوار إطلاقي يعني هم مجموعة حقيقة كثيرا منهم ووضح وصلت هذه الفكرة عبر الأطمال الاستماعية من ترابلوس الباحث والأكاديمي فرج دردور شكرا جزيلا لك أكد المركز الأعلامي تابع لقوات الساعقة مقتل عنصرين من قواتها متأثرا بجروحه التي وصيب بها في منطقة بوسنيب وذلك خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات عملية كرامة وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي وأوضح المركز الإعلامي الموالي لقوات الكرامة أن الأوضاع الميدانية تشهد اشتباكات متقطعة بين الفينة والأخرى مضيفا أن قوات الكتيبة واحد وعشرين الصاعقة تمكنت من تفكيك لغم كان قد زرع في المحور الغربي للمدينة قالت مجموعة عمليات عمر المختار الموالية لقوات كرامة إن مقاتلاتها نفذت يوم أمس غارة جوية استهدفت من خلالها منصة للصواريخ بوادي الناغة غربية درنة وأوضحت مجموعة عمليات المختار عبر صفحتها على فيسبوك أن الاستهداف كان مباشرا مضيفا أن طائرات قوات الكرامة قصفت أيضا جرافة بحرية بمنطقة الخبطة شرقية درنة دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية قال مسؤول الملف الأمني بالمجلس المحلي درنة يحيى الأوسط إن قصف طيران قوات الكرامة كان بهدف ترويع سكان المدينة نفيانا ما ذكرته مجموعة عمليات المختار من استهداف مقاتلاتها لمنصات صواريخ غربية المدينة وأوضح لصطال قناة ليبيا لكل الأحرار أنه لوجود لمنصات صواريخ في تلك المنطقة وأن ما تقوم به قوات الكرامة هو عمل ممنهج لترهيب المدنيين وفق تعبيره وشار مسؤول الملف الأمني بالمجلس المحلي درنة إلى أن الغارة استهدفت المنطقة الواقع بالقرب من الشركة الكورية قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد طهر سيالة إن لقاء المرتقب بين فايزة سراج وخليفة حفتر يمثل انفراجا على صعيد الجمود السياسي في ليبيا مطالبا جميع الأطراف بتقديم تنازلات من أجل ليبيا وضف سيالة في تطريحات لصحيفة شرق الأوسط أو شرق الأوسط اللندنية أن القضية الجوهرية هي أن تعمل القيادة العسكرية تحت القيادة السيادية مشددا على ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية تعمل وفق الرؤية السياسية وقيادتها وأشار سيالة إلى أن مجلس النواب لم يطلب من رئيس المجلس الرئاسي التشكيلة الجديدة للحكومة حتى الآن مضحان أن السراج لا يعمل من خلال أعلان أو تصريح أدل به عقل صالح لوسائل الإعلام وإنما يجب أن يتقدم بطلب تشكيل الحكومة نشرتنا متواصلة فيها بعض الفاصل صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تصنف رواية الكاتب لبيه شامطر آل عودة في ترتيب الخامس من بين أفضل عشر روايات في العالم لعام 2016 البنيان المرصوص تؤكيد رز بعض تحركات لما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة جرزا وتقول إنها عثرت على بعض الحفر تحت الأرض بالمنطقة الوسطى كان يستعمل تنظيم للاختباء أو لتخزين الأسلحة مدن الجنوب تعاني نقصا في الوقود وغازي طهي وانقطاعا للمياه ووزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني يؤكد عزمهم على حل مشاكل المنطقة واستئنا في العمل بمحطة أباري مجموعة عمليات عمر المختار الموالية لقوات كرامة تقول إن مقاتلاتها استهدقت أمس منصة للصواريخ غربي درنة ومسؤول الملف الأمني بمحلي المدينة يؤكد أن القصف كان بهدف ترويع السكر دانت مجموعة من الكتاب والمثقفين الليبيين مصادرة شاحنة الكتب من قبل مديرية أمن المرش معتبرين الحادثة محاولة لتكميم الأفواه ومصادرة الفكر والرأي وأوضح البيان أن غياب مؤسسة الدولة المدنية سهم في تفشي مثل هذه الممارسات وما تحمله من تداعيات على حرية تعبير في ليبيا حسب وصف البيان وقال الكاتب لبي منصور بوشناف أحد الموقعين على البيان لقناة ليبيا لكل الأحرار إن مصادرة الكتب بهذه الطريقة تعد مؤشرا خطيرا على حرية الفكر والمعرفة وضف أبو شناف أن مثل هذه الأعمال ترجع لاستمرار الفوضى الأمنية في البلاد وغياب المؤسسات الرسمية بحسب قوله أعلن مصرف الدم المركزي التابع لوزارة السحة بحكومة الوفاق الوطني استئناف العمل بعد توقف استمر لأيام نتيجة توقف مواد التشغيل وأكد المصرف في خطاب وجهه لمدير المختبرات ومصارف الدم الفرعية حل أزمة مواد التشغيل بعد تدخل المجلس الرئاسي وبزارة السحة مشيرا إلى أن العمل عاد بصورة طبيعية اعتبارا من يوم أمس لحد بدأت ببلدية صبراتة فعاليات ورشة عمل حول التمكين الاقتصادي للمرأة بتنظيم من المجلس البلدي وبدعم من مؤسسة هانس زايد للألمانية وذلك في إطار الشراكة مع البلدية في التنمية المحلية والمجتمعية المزيد يرصده التقرير التالي في إطار تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال انطلقت ببلدية صبراتة فعاليات ورشة عمل حول التمكين الاقتصادي للمرأة الورشة تهدف بحسب القائمين عليها وهم المجلس البلدي صبراتة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية إلى تجريع المرأة على الاستثمار وتعظيم دورها في الحياة الاقتصادية حضيري اليوم مساهمة في إعطاء ورشة تدريبية لمتدربات لسيدات أعمال داخل مدينة صبراتة الورشة هذه بدعم من مؤسسة هانس زايدل وبدعم منظم الورشة اللي هو البلدي صبراتة يشارك في الورشة أكثر من عشرين متدربة ورائدة أعمال وصاحبات المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغرى وتركز الورشة على إطلاعهن على الأسس العلمية المتبعة في الإعداد والتخطيط للمشاريع الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وإكسابهن مهارات تسويق المنتجات وكيفية الدخول إلى سوق العمل وتوسيع دائرة توزيع منتجاتهن في أكثر من منطقة لضمان نجاح المشاريع التي تقوم بها المرأة الليبية أعلنت الأمنة العامة للهلال الأحمر الليبي عن انطلاق حملة بادر ستة تحت شعار صحة وسلامة والتي تم من خلالها تقديم مساعدات طبية تتمثل في أدوية ومعدات طبية كان قد جرى توزيعها على عدة مستشفيات في بنغازي من ضمنها مركز بنغازيا طبي ومستشفى النفسية والقلب والكلة إضافة إلى مستشفى الجلاء وقالت الأمنة العامة للهلال الأحمر الليبي إنه جرى تفعيل اتفاقية تعاون المشترك بين الشركة القابضة للاتصالات والأمانة للهلال الأحمر وذلك للمساهمة في تقديم المساعدة الإنسانية صنفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية رواية الكاتبة لبيه شام مطار التي تحمل اسم The Return أو العودة في ترتيب الخامس من بين أفضل عشر روايات تستحق القراءة عن جدارة لعام 2016 فالكاتب مطر يروي في روايته قصة اختطاف واحتجاز لواختفاء والده المعارض لنظام القذافي جابالا مطر وعن تفاصيل عملية تسليم والده من قبل السلطات المصرية سرا إلى القذافي في التسعينات من القرن الماضي وعلاقت الواشنطن بوست على الرواية على أنها رثاء من قبل الإبن لوالده متحديا بذلك محاولة نظام القذافي محوى تاريخ والده لكن ذكره ستظل خالدة من خلال هذه الرواية يبلغ كاتب رواية مطر من العمر 47 عاما ويعمل أستاذا للغة الأنجليزية بكلية بيرنارد بمدينة نيويورك وتعد روايته The Return أو العودة الثانية إلى التذكير الآن بأهم العنو البنيان المرصوص تؤكد رز بعض التحركات لما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة جرزة وتقول إنها عثرت على بعض الحفر تحت الأرض بالمنطقة الوسطى كان يستعملها تنظيم للاختباء أو لتخزين الأسلحة مدن الجنوب تعاني نقصا في الوقود وغزيطاه وانقطاعا للمياه ووزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني يؤكد عزمهم على حل مشاكل المنطقة وستأنف العمل بمحطة أباري مجموعة عمليات عمر المختار الموالية لقوات كراما تقول إن مقاتلاتها استهدفت أمس منصة لصواريخ غربية درنة ومسؤول ملف الأمني بمحلي المدينة يؤكد أن القصف كان بهدف ترويع السكان للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب شكرا على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة